تتفق مع شغل بيع شراء ولك خلاص العقد شريعة المتعاقدين فقيه قانون كبير انت يا أخي بدأ لي وضع صعب رجعت لقيت علي دفعية كبيرة أقلني بيعتي يا أخي ايش صار يعني لا يا أخي العقد شريعة طبعا لأنه حين باعك عارف كيف فأي يختدعك باعك ما حق وأن يباع بعشر بعشرين فلا يعود في بيعته أما المؤمن التق الصالح الذي يكون حط لك هي بتسوى عشرة باعك بسبعة رحمة بك رقة لحالك فإذا أردت أن تقال أقالك وهو المستفيد أنه يعلم أنه يبيعها بعشرة وأكثر من عشرة هذا المؤمن الصالح يقيل مباشرة يقيل الشرير لا يقيل ولكن لا خلاص العقد شريعة لغة الفقه شفت عشق القانون يسموه الفرنسيون ونحن النزع الفقهوية العقد شريعة المتعاقدين إن أنسى لا أنسى تلك الحلقة الكئيبة في الشريعة والحياة قبل سنوات طويلة وما كان في شيخ القرضاء رحمة الله عليه كانوا أحد ثاني هذا مدير بنك إسلامي باللحية تضرب إلى سرتي من غير مبالغة وعلى فكرة حتى في التعليقات أنسى كثيرون عيام تلك الحلقة أبدأوا استهاءهم الرجل يتكلم كرأس مالي جشع لا يشبع نهم لا يرتوي أبدا ولا يخنع بسألوا للمحاور قالوا بس على كل حال يعني قالوا ما معنى اقتصاد إسلامي ما معنى بنك إسلامي إحنا فتعين جمعيات تعاونية يخي تبا لك ولا اقتصادك الإسلامي إذن تبا لك ولا هذه البنوك الإسلامية التي تأخذ من الناس أكثر مما تأخذ البنوك الربوية بس الحمد لله بالحلال ما هذا ما هذا العبث ما هذا الاستغلال ما هذه المتاجرة بالدين وظلوا يتاجرون بالدين ولذلك أنا قلت مرة على لسان المرحوم معالي الشيخ صالح كامل رحمة الله عليه رجل الصالح إن شاء الله نعصبه كذلك وهو ذهب إلى ربي قال لي والله يا ابني ما لدمت على شيء في حياتي ندمي على قضية البنوك الإسلامية وهو ثاني رجل في تاريخ المسلمين المعاصر افتتح بنكاً إسلامياً أول ما افتتح بنك إسلامياً سعادة الشيخ سعيد لوتاه رحمة الله عليه أيضاً درجة إلى ربه العماراتي أول بنك عملوا الشيخ سعيد لوتاه ثاني بنك عملوا الملك لما رحوا الملك فيصل رحمة الله عليه مع الشيخ صالح كامل وآخرين الثاني واحد قال لي أكثر شيء ندمت عليه في حياتي شاء في الجشع كيف يتحرك وعلى جميع المستويات وأحكي لكم شيئاً من غير أن أذكر أي محددات ذات مرة جاءني رجل اقتصادي كبير كبير بلا شك وهو رجل فاضل جاءني إلى البيت قال لي يا فلان أنا أتيتك لأننا نريد أن ننشئ بنكاً إسلامياً بعون الله كبيراً وهو رجل اقتصادي هو رجل اقتصادي يعني متمرس وبدأ يحكي لي وأنا فرحت بهذا شيء طيب هذا المسلمين على مستوى أوروبا حيكون وقال وقعد اختيار عليك لتكون مستشاراً لهذا المجمب النحفقية قلت له يا سيدي لن أسألك عن المرتب وعكذا هذا ليعني كثيراً يعني أن تسمع مني شرطي الوحيد الأوحد والله العظيم هذا في بيتي يعلم الله أوحي يرزق إن شاء الله قال لي ما هو قلت له أنا لا ألبي مخترحات أنا أعطي تصوري الفقير تعطيني المسألة أدرسها ثم أقول لك الحكم الشرعي فيما يبدو ليه وكذا كذا كذا لكن مش ألبي مقترحات أن أريد نمشي الموضوع الفلاني أن أريد نسوغل هذا ما عندي أحمر وجهه وتغير وعلمت يريد مستشاراً يلبي مقترحات يعني بطاع من حالي وأولادي حرام وأبوه بغضب الله بئس الرزق وبئس المرتب وطبعاً أنا أعلم كان سيكون مرتباً عالياً جداً جداً لا أحلم فيها في حياتي لا يعنيني أشهد الله أن هذا ما حصل بحذافيري في بيتي مر وجهه وتغير خير 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 إن شاء الله خير وأخذ كرماته وضيافته ثم لم يعد لا بالهاتف ولا برجلين الموضوع انتهى بالكامل نريد تديناً حقيقياً حتى ممن يقفون وراء مؤسسات هيئات إسلامية ومشاريع إسلامية اتقوا الله في هذه الأمة وليكن عينكم دائماً على مصلحة الناس على الرفق بالناس على تقديم الخير للناس ووجهكم دائماً لله لا لأنفسكم ولا لدنياكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا